دهانات الأسطر على الأخشاب طبعا دهانات الأسطر على الأخشاب من الدهانات الكلاسيكية اللي هي يعني عليها إقبال شديد جدا وتعتبر من الدهانات اللي بتكون يعني مرتفعة التكلفة يعني عشان حد يعمل دهان الأسطر على قطعة باب على موبيليا على غرفة نوم على صالون ده بيكون شيء مكلف قوي ولذلك لابد أن احنا نحاول بقدر الإمكان كطلبة أن احنا نتعلم هذه المهارة ونتعلم هذه المهنة ونحاول نمارسها النهاردة بنتكلم عليها وبنشرح بالضبط إيه هي الخطوات اللي بتتم بداية من تجهيز الأسطر الخشبية لغاية التشطيب والغاية التلميع وإعطاء الورنيش وإيه هي الخطوات اللي بتتم لهذا النوع من الدهان هنبص معنا كده على الشاشة بتاعتنا دهانات الأخشاب من الدهانات الإنشائية لو بصينا على الشاشة بتاعتنا احنا ده هو الباب الأول بتاعنا الدهانات الإنشائية والفنية طرق دهان الأسطر على الأخشاب سواء كان ذلك بصباغة أو بدون صباغة يعني ممكن أدهن أسطر على الخشب على اللون بتاعه على طول بدون أي صباغة طبعا المنتجات اللي أنا بشتغل عليها هي المنتجات اللي انتوا شايفينها دي ممكن غرفة نوم يعني اللون اللي احنا شايفينه ده ده مش لون الخشب الأصلي اللون اللي احنا شايفينه ده ده لون دهان الأسطر بعد الصبغة على غرفة النوم الجميلة اللي احنا شايفينها دي في ناس كتير قوي بتحب هذا النوع من الدهانات لأنه هو كلاسيكي ويعني الموضة بتاعته مش موضة وبتنتهي زي مثلا دهان اللاكي على الأخشاب لكن الأسطر دايما الموضة بتاعته ما بتنتهيش برضو ممكن يعني زي ما احنا شايفين كده على مكتب من المكاتب اللي هي الكلاسيكية الجميلة دي او المكتبة اللي وراء بتدهن برضو بالأسطر طبعا في بعض الدهانات بالأسطر بتكون يعني شبه شعبية شوية زي ما احنا شايفين على الدولاب ده طيب يعني ايه الدهان الأسطر الدهان الأسطر من الورنيشات الكحولية ورنيش كحولي ليه لان الراتينج بتاعه اللي هو ده راتينج الأسطر عبارة عن راتينج الجملكة اللي هو الدايب في الكحول ده بيسبب تفاعل التفاعل ده بيسمى كيميائيا بالأسطر طيب الجملكة الموضة في الكحول دي بتيجي منين بتيجي من إفرازات حشرة تسمى حشرة اللاكة ودي حشرة موجودة في منطقة الهند يعني بتعيش على أشجار معينة وبتطلع على الإفرازات بتاعتها وهنشوف فيديو بيقول إزاي بيتم استخلاص الجملكة من نواتج الحشرة دي عند الدهان الأسطر بيتبخر الكحول تبقى الجملكة لزقة في سطح الأخشاب مكونة فيلم رقيق بيبقى يعني واحد على مية من الملي متر الصمك بتاعه وطبعا من الورنشات الشفافة واللامعة كمان هو عازل للكهرباء الجملكة عازلة للكهرباء ومقاومة للعوامل الجوية والشمس طيب زي ما قلنا كده أنها بتستخدم بكسرة في دهانات الأساسات المنزلية وخاصة المشغولات المراد المحافظة على إبراز الصمرات بتاعت الخشب والألياف والتجزعات بتاعت الأخشاب طيب بتستخدم كيعني زي ما قلنا برضو عازل للكهرباء طب عازل للكهرباء فين بقى حد يقول لي عازل للكهرباء آه على الخشب بتبقى عازل للكهرباء وخشب نفسه عازل للكهرباء لكن بتدهن على الأسلاك اللي بتلف بها المواتير بتديله لون معين السلك ده انت بتبقى شايف وشفاف ومع لهوش أي حاجة ولكن بيبقى مدهون جمالكة عشان يعزل الأسلاك على بعضها لما بتتف بيستخدم أيضا في أشغال الطباعة والزين كراف والجمالكة تستخدم كمادة لاصقة مقاومة للميا وبتدخل في صناعة أنواع عديدة من البلاستيك والبيات والأدوية والعطور وغير ذلك طب مواد الإزابة بتاعت الجمالكة الجمالكة بتضوب بسهولة في الكحول ويمكن إزابتها في الماء بإضافة النشادر وسودة كوية للميا وفي منها ألوان كتير في جمالكة شقرة بيبقى لونها أصفر شوية وفي جمالكة برتقالية وجمالكة حمرة بتضوب في الكحول الأحمر وجمالكة بيضة بتضوب في الكحول الأبيض طيب طرق الإزابة هنشوف فيلم يعني بتناول اللي احنا قلنا ده كله طرق الإزابة ان احنا بنجيب الجمالكة ونكسرها بأدينا بتبقى عبارة عن قشور إلى جزيئات صغيرة قوي نحطها في الكحول بنسبة واحد جمالكة إلى تسع أجزاء كحول بالوزن وترجب شدة المدة قصيرة وتترك في مكان دافئ حتى يتحلل أو تتحلل مادة الجمالكة في الكحول بص على الفيديو بتاعنا ده دي شكل الجمالكة وألوانها المختلفة والألوان دي يعني بتبقى وفقا لإفرازات الحشرات دي نفسها ووفقا لنوع الطعام اللي هي بتاكله بيبقى لون الجمالكة اللي هو خارج من الإفرازات بتاعتها والجمالكة زي ما احنا شوفنا كده بتدهن على الخشب باستوبين وهنعرف الاستوبين ده بيتعامل ازاي لكن كمان دلوقتي هنشوف ازاي الجمالكة دي جات منين دي الأشجار الأشجار الشلاك اللي هي بيعيش عليها حشرة الشلاك اللي بتعمل هي الحشرة دي هذا الشكل اللي بتعمل إفرازات على جزوع وفروع الأشجار الإفرازات دي بيتم جمعها كأنها محصول بالزبط وبتعمل سيكنس بتعمل تخنات وبتعمل آآ يعني آآ يعني تكتلات على فرع الشجرة من ناتج هذه الحشرة اللي بتعيش بكميات كبيرة جدا على نوع معين من الأشجار اللي بتقطعت على آآ الأوراق بتاعته طبعا بيخشوا طبعا دي موجودة في الهند بيخشوا وفي آآ سيلان وفي اندونيسيا بيخشوا يجمعوا المحصول إن هم يقطعوا الفروع الأشجار زي ما احنا شايفين كده وبعدين يقعدوا يعني يعملوا عملية إيه فرز وتنظيف وزي ما احنا شايفين ادي الجملكة هي كميات كبيرة جدا بيفرضوها برضو آآ في آآ المكان عشان لو فيها اي نوع من الرطوبة تجف تماما ادينا شايفين العاملات هم طبعا دي المنتجات اللي بيدخل فيه آآ تصنيعها آآ المادة الجملكة أو الأسطر بعد كده بتدعوا عملية تنقية ليها ودي الناتج النهائي بتاعنا قشور الجملكة اللي هي بتستخدم في صناعة ورنيش كحولي عشان خاطر يدهن به الأخشاب وفقا لللون المطلوب بنجيب طبعا الكحول طبعا الجملكة اللي احنا شايفينها دي الجملكة آآ اللي هي بني بنجيب الكحول اللي هو الأحمر ونبتدي ان احنا هنجيب الجملكة وهنحطها في الوعاء اللي احنا شايفينه ده بنعبيها في الوعاء وفقا طبعا لميزان احنا محددينه وفقا لنسبة احنا محددينها وطبعا نبقى مراعيين آآ السلامة والصحة المهنية ان احنا ادينا تبقى يعني لابسين آآ كلابس لابسين جوينتي عشان خاطر ان احنا آآ نقي ادينا من اي حاجة واول حاجة احنا ما بنحطش واحد جملكة وتسعة كحول يعني لو لو حطنا مية جرام جملكة نحط آآ آآ تسعمية جرام كحول لكن ده ما بنعملوش في الاول احنا في الاول بنحط الجملكة مع نسبة من الكحول ونسيبهم شوية في منطقة دافية ويكون غالبا مظلمة لغاية ما يحصل عملية يعني تخمير للجملكة ولما بيحصل لها عملية تخمير بنضيف كمية الكحول للباقية وبعد ما نضيف كمية الكحول للباقية وآآ نرج الكمية بتاعتنا كويس ونتأكد ان الجملكة دابت كويس في الكحول نتأكد ده تماما لابد ان احنا هنعمل عملية تنقية للجملكة اللي احنا نستخدمها والاستور اللي احنا هنستخدمه فاحنا بنعمله عملية تصفية زي ما احنا شايفين كده بالمصفة دي وممكن بنصفي ايضا بالشاش ممكن من خلال شاش وطبعا احنا بنشوف ازاي بيتم الدهان وازاي بيتم الاستخدام للجملكة على الاسطح والخشبية وده اللي احنا هنعرفه دلوقتي بالتفصيل احنا بنعمل اول حاجة بنعملها بنعد الادوات اللي احنا هنستخدمها اهم اداة احنا بنستخدمها في دهان الجملكة هو الاستوبين الاستوبين او اسمه السابري السابري ده الاسم اللي هو المحلي بتاعه في البلاد اللي هي بتستخدم هذا النوع من الدهانات كتير بعض اللي هم النقاشين او اللي هم الاستورجية بمعنى اصح بيعملوا كتلة من القطن الناعم قطن شعر بعد ما يكوروه في حجم كرة التنس كده ويدمجوا اليافه بعد ما يحكوها بحركة معينة دائرية على سطح خشبي يكون خشن لسه مدهنش سطح خشبي جديد وممكن على فكرة مش سطح خشبي بس ممكن ايضا ينفع ان هو يعمل ده على سطح محارة بيفضل البعض الاخر ان يحط كتلة القطن دي داخل قطعة من الشاشة او قماش القطن زي القماش بتاع اللي هي الفلنات الناعم ويربطها بخيط خفيف من الظهر والسرة دي برضو تسمى استوبين ودي اللي احنا بنبلها بمحلول الجملكة او الاستر لغاية ما نشبع بيها الاسطح الخشبية وهنشوف الفيديو اللي جاي ده ازاي بيتم اعداد الاستوبين للدهان بيه طبعا برضو في انواع من الفرش بتستخدم لدهان الجملكة مش استوبين بس وبردو ساعة بنرش الجملكة بمسدس الراش لكن الطريقة الكلاسيكية القديمة بتاعة دهان الجملكة هي الطريقة اللي احنا شايفينها دي اشوف على ايه دهر درجة الدرجة ده طبعا مش مدهون بيفضل يشتغل الحركة الدائرية دي ويكور في قطعة القطن وبيفضل مش استخدام القطن الطبي بيفضل استخدام القطن بتاع التنجيد اللي هو القطن التنجيد اللي هو نمرة واحد يعني لانه بتشرب كويس قوي الجملكة وزي دي ما احنا شايفين دي الاستوبين عامل اتنين استوبين استوبين من قطن طبي واستوبين من قطن تنجيد والصناعية بيقولوا ان استخدام الاستوبين من قطن التنجيد بيكون بالنسبة لهم افضل لانه هو بيتشبع كويس بيه دهان القسطر وفي نفس الوقت بيبقى ليه امتداد على السطحة اثناء تطبيق الدهان طيب اول حاجة بنعملها لابد ان احنا نجهز الاسطح الخشبية طيب نجهز الاسطح الخشبية دي ازاي بيتم تجهيز الاسطح الخشبية ان احنا بنمسك الخشب الاول نبص عليه كويس نفحصه بعنينا كويس واحنا بنبص عليه هنلاقي الخشب فيه عقد ايه العقد دي قطع كده بنية بتبقى موجودة فيه الخشب هذه العقد هي العروق اللي ماشي فيها الغزاء بتاع الشجرة فلما بيقطعوا الاخشاب بيفضل الغزاء بتاع الشجرة ده موجود فيه العقد دي مع الحر ومع اختلاف درجات الحرارة يبتدي الروتنجات تطلع فاذا ما كانتش العقد دي اتسدد كويس هذه العقد بتعمل بقع فيه الدهان الشفاف او في الورنشات او دهان الاسطر فلابد ان يتم معالجتها طيب العقد دي بيتم معالجتها ازاي بيتم معالجة العقد بتلات طرق اول حاجة ان احنا يعني نمشي على العقدة بقطعة من الشاش موجود فيها قطع من الطم الطع وعصر فوق العقدة عصر فوقيها الطم طيب ايه اللي بيجرى هنا الطم ده بيعمل عملية كوي ليه مسام العقدة وبيسدها تماما جدا يخليها ما تطلعش الافراز بتاعها في السطح المدهون يعني الطم لتأثير على الحاجات النباتية طيب الحاجة التانية ايه ان انا اجيب جملكة تقيلة اوي 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 وغطي بيها العقدة دي فالجملكة يعني منع للنفاذ الماء والرطوبة او اي حاجة فلما هرطي بيها العقدة هتسد الايه المسام او ان انا لو في اه ممكن الزق اه ورقة بلاستيكية او رقائق معدنية الزق حاجة معينة فوق العقدة عشان ما تطلعش اي ايه افرازات طيب ده اول حاجة في اعداد السطح الخشبي طيب بنعمل حاجة تانية في اعداد السطح الخشبي اسمها سنبكة المصامير طيب ايه سنبكة المصامير دي طبعا اغلب الاشغال الخشبية بيبقى فيها مصامير مدقوقة المصامير دي الرؤوس الرأس بتاعت المصمار بين فوق سطح الخشب طيب احنا هنسيب المصمار ده واحنا دهنين باين كده لا مش هنسيبه طيب ايه اللي بنعمله فيه بنعمله عملية سنبكة بنجيب الام حديد الام عامل زي الام اللي احنا بنكتب به اسمه صنبك ده حديد طيب بعمل ايه بيه بحط سن الالم الحديد ده او الصنبك ده فوق رأس المصمار ودق دقتين خفاف بشاكوش فبينزل اتنين تلاتة ملي في الخشب بعد كده باجي امعجن فوق رأس المصمار فرأس المصمار بتختفي كأن القطعة مفهاش اي مصامير دي اسمها ايه سنبكة المصامير برضو من اعداد الاسطح الخشبية ان انا بعمل عملية ازالة للغيرة الغيرة احنا طبعا بنجيب الاخشاب وبندمجها مع بعض بيبقى بتعشيق وبحط الغيرة في مكان التعشيق دي فالغيرة بيعمل كتل كده عبارة عن نقطة وساعات بينشف بيبقى بشكل كده يعني مش لذيذ عامل زي نقطة المية بس متجمدة كده طيب دي لو متجمدة كده بشيلها بسكينة معجون بطيارها طب ولو لسه طرية بجيب قماشة من حطت فيها مية سخنة وامشي بيها على الغيرة فالغيرة بيدوب وبزيل قصر الغيرة طيب يبقى احنا قلنا نصنفر الخشب ونعالج العقد ونضق نضق رؤوس المصامير نسمبكها يعني ونزيل قصر الغيرة طب اذا كان لب الخشب هابط عن اليافه الياف الخشب هي التجزيع اللي احنا بنشوفها مرسومة على سطح الخشب الطبيعي ساعات اللب اللي هو الجزء الفاتح قوي بيبقى هابط لتحت عن الياف الخشب طب بنعالج ده ازاي بنصنفره بصنفرة بادينا او بصنفرة قلية لغاية ما يستوى مع بعض يعني يبقى لب الخشب مساوي للالياف بتاعته او اشرب السطح بفرط التشريب في فارة كهربائية كده او فارة يدوية اقشط بيها الزيادات اللي موجودة فوق السطح وصنفر ده بصنفرة النعم واعمل عملية ازالة لأي حاجة سبتت على السطح من الاتريبة او الغبار الناتج عن هذه العملية الصناعية طيب نيجي بقى لأول خطوة في خطوات دهان الجملكة اللي هي خطوة سقية السطح سقية السطح السطح دي بتتكون من ثلاث خطوات اساسية يا شباب بتتكون من خطوة سقية وبعدين معجون سقية سقية معجون سقية اول حاجة طبعا بنعمل عملية الاعداد اللي احنا قلناها قبل كده السنبكة والسنفرة والتنظيف وبعمل عملية الصباغة بصبغ السطح الخشبي بصبغة مائية او كحولية او صبغة ايطالي اي نوع من انواع الصباغات وده اللي هنشوفه في الفيلم اللي قدامنا ده الفيديو ده بيشرح ازاي بيتم اعداد السطح الخشبي اهو بصنفة كويس قوي السطح الخشب زي ما احنا شايفين ولابد ان هو يتأكد ان المسام بتاعت الخشب اصبحت مستوية مفيش الياف عالية عن بطن الخشب او عن لب الخشب وزي ما احنا شايفين بعد كده بيجيب الصبغة بتاعته بيكون مدوبها وياخد الصبغة دي ويبتدي ان هو يصبغ بيها سطح الخشب تماما قبل الدهان بالجملك زي ما احنا شايفين كده بيصبغ بقطعة قماش ممكن بيكون مدوب الصبغة دي في صبغة مائية في مياه سخنة وعليها غير للتزبيت وطبعا بعد ما بيصبغ زي ما احنا شايفين السطح كله لابد ان هو يشرب السطح ما يسبش حتة في السطح ما تسبغتش لابد ان هو يصبغ السطح كله وبعد ما يعمل عملية الصبغة زي ما احنا شايفين وهو مهتم بكل جزء من الاجزاء اللي موجودة في الباب اللي هو بيصبغه بعد ما بيعمل عملية الصبغة دي لابد انه يترك السطح للجفاف وبعد ما يجف لابد انه هو يصنفره زي ما احنا شايفين الصنفرة بتاعته لان الصبغة المائية بتخلي الالياف بتاعة الخشب تنفر تاني او تعلة تاني فلابد انه هو يغطي ده او يعالج ده بانه يصنفر السطح زي ما احنا شايفين طيب بعد كده بيعمل ايه بقى؟ بيعمل عملية السئية سئية السطح دي عبارة عن ايه? سقيت السطح عبارة عن ان هو هي هيشرب سطح الخشب الخشب بالجمالكة. هيشرب سطح الخشب بالجمالكة. طب ازاي بيشرب سطح الخشب بالجمالكة? هنشوف ده بيتم ازاي. نرجع تاني نبص معانا على الشاشة. آآ اول حاجة بنعمل محلول محلول جمالكة تقيل. بيتكون من واحد جزء جمالكة زائد خمس اجزاء كحول. يعني لو هحط مية جرام جمالكة. بحط خمسمائة جرام كحوله في ايه? وشبع بيه الاستوبين. اشبع بيه الاستوبين اللي احنا عارفين القطن ده. ان انا ببله تماما. وخليه شارب تماما. ببتدي ادهن السطح بالاستوبين على شكل خطوط مطلحقة في اتجاه الياف الخشب. لغية الخشب ما يتشرب تماما. آآ ويتبخر كحول من على السطح. بنكرر العملية دي بتاعت التشريب دي. اللي هو السقية. حوالي تلات الى اربع مرات. لغاية ما لاقي السطح بحطه فوقي الجمالكة ما بيشربهوش. يعني هو كده خلاص السطح شبع تماما متشبع. زي الطريقة اللي احنا شايفينها دي. يا هو هنا. بيعمل عملية السقية بالسطح بيشرب الخشب قوي. زي ما احنا شايفين كده. بيعمل يشرب الخشب جمالكة. قطوط السقية دي. بيملى المسام بتاعت الخشب وبيديها جمالكة بزيادة. زي ما احنا شايفين. تمام. وفي الخطوة الاولى اللي هي خطوة السقية. بيجي بعدها خطوة ما اسمعها خطوة المعجون. بيكرر العملية دي اكتر من مرة. لغاية ما السطح يتأكد تماما ان هو تشرب بالجمالكة. بيتأكد تماما من ايه من كده. شوف الجمالكة بتعمل تأثير حلو ازاي. شوفوا بتبين لنا تجزيع الجميلة بتاعة الخشب ازاي. بنيجي بعد كده بنعمل معجون بقى. بنعمل معجون الغرة. بيكون من غرة سائل. بنعمله هذا هو كده على حتة خشب يعني. غرة ومية وازبداج ولون وفقا للون الخشب اللي انا عايزه. ومعجن به السقوب واللحمات والتعاشيق. وبعد كده العملية السقية بالجمالكة السابق تحضيرها في اتجاه الياف الخشب لغاية ما السطح يتشرب تماما الجمالكة ويتوقف انتصاصه لمحلول الجمالكة. طيب نشوف بينعمل الجمالكة هي اللي هي الجمالكة البلد دي. حط اللون اهو حط الازبداج. اهو. وطبعا هيحط كمان الغرة. ويبتدي ان هو يقلب المكونات دي هو هنا بيعمل اللون اللي هو عايزه. وحط المكونات والالوان هي. اللون اللي هو ايه عايزها. تمام? وهيحط محلول الغرة بتاعه. ويبتدي ان هو يقلب كويس الجمالكة. اه اه معلش هنقاسف المعجون مع بعضه. ويدمج المعجون كويس مع بعضه زي ما احنا شايفين بسكينة المعجون. ويحط يصب مية بغيرة كل شوية. لغاية ما يحصل امتزاج كامل. دي طريقة اللي الصناعية او الاستروجية بيعملوا بيها المعجونة. اللي بيلقطوا بيها. معجونة شفافة على فكرة. انت شايفها مش شفافة. لكن هذه المعجونة بعد ما بتتحط على اماكن سنبكة المصامير. رؤوس المصامير. وبعد ما اه بتتحط على الاماكن اللي فيها خبطات الاماكن الغائرة شوية في الخشب. آآ وبتاخد بعدها ورنيش الجمالكة او الاستر. آآ بتلاقيها عاملة عملية آآ يعني آآ مش تغطية. هتلاقيها شفافة مبين التجزيع. بصوا عمالي اهو. شوفوا اماكن اللي هي اللحمات اللي موجودة في الخشب. اماكن المصامير اللي موجودة في الخشب. عمالي يلقط بسكينة المعجون. كل آآ مكان يحس هو بعينه الخبيرة كصنيعي. ان المكان ده آآ آآ غطس لجوه شوية. او في راس مصمار آآ آآ لازم تتغطى بمعجون. او في اللحمات بتاعت التعشيق بتاعت الاخشاب. هو بيقعد يلقط بالمعجون كل ده. ولو واحتاج السطح كله ان هو يتسحب معجون هيسحبه. والامر ده مش هيأثر على شفافية آآ وظهور التجزيع بتاعت الخشب. لان هذا المعجون معجون شفاف. لازم امعجن كويس قوي السطح. عشان لابد السطح ده بعد كده بعد ما بيدهن بدهان الاسطر وبيتشطب بآآ آآ آآ احد الورنيشات او بيتراش بيه برضو بورنيش الاسطر برضو ممكن يتراش. بحس ان السطح ده عامل زي الازاز. عامل زي سطح الازاز. طيب آآ يعني اغلب اللي هما الصناعية الكبار بيفضلوا ان هما يشطبوا دهان الاسطر بورنيش الاسطر. ما بيفضلش ان هو يشطبوا بورنيش بوليستر او يشطبوا بورنيش زيتي عادي. طب ليه بيفضلوا كده? بيفضلوا كده لسبب مهمة قوي. ان دهان الاسطر انت تقدر تزيله وتقدر تعيد دهان الاخشاب من جديد. بسهولة. آآ بدهان الاسطر برضو. ولكن لو دهانت ورنيش او بوليستر عشان اشيل الخشب بشيل طبقة من الخشب. بشيل طبقة بشيل طبقة ممكن طبقة دي تصل انها تكون اتنين تلاتة ملي من سطح الخشب. وده بيأثر على آآ جودة المنتج نفسه وبيضعف الايه? المنتج. فدي حاجة لابد ان احنا نعرفها قوي. ولذلك لما بتروح آآ آآ معرض تشتري منه موبيليا. لو يعني العين الخبيرة بتعرف ان ده متشطب يقولك ده متشطب استوبين. متشطب استوبين يعني متشطب بدهان اوستر. احسن من المرشوش بوليستر. واحسن من اللي مرشوش ورنيش آآ سليلوزي دوكو يعني. او احسن من من اللي مدهون او مرشوش ورنيش زيتي زي ورنيشات الفلوت والكلام اللي احنا آآ عارفينه كويس ده. هنبص برضو على الفيديو اللي معانا اللي بعدي. الفيديو ده اللي احنا شايفينه ده آآ بيوريني ازاي ان انا بعمل عملية تشطيب لآآ خطوة السقية وبنتهي تماما من التشطيب زي ما احنا شايفين. نيجي بعد كده بقى الخطوة التانية اللي هي خطوة خدمة السطح. بتتكون خطوة خدمة السطح دي من فماطة خدمة خدمة يعني بعمل عملية فماطة وبخدم. اول حاجة بسيب السطحة طبعا بعد تسقية لغاية اثمانين شايف ساعة او ساعتين. بروح مصنفروا. وبعد كده بعمل عملية الفماطة. فماطة دي برضو بكمل لو فيه اماكن واطية اماكن منخفضة يعني بسد الايه المسام كويس لان انا عايز في النهاية سطح دهان الاستر يبقى عامل زي سطح الازاز. طيب بتتكون من ايه الفماطة ازبداج ممزوج بالوسيط. الوسيط اللي هو اه ممكن يكون ممزوج بالاستر نفسه اللي هو مضاف اليه الملونات والكحول. اه فيه ناس كتير ما بتحبش تستخدم الفماطة من الصناعية او الاسترجية. وبيستخدموا مسحوق الخفاف الناعم اوي المبدور بعد ما يدعاكوا بسطبين مندب جملكة ومسحوق الخفاف ده بيسد المسام بتاعة الايه الخشب. بعد كده اجيب الاسطبين بتاعي واعمل اه واحد جملكة وتسع اجزاء كحولة يعني بيبقى خفيف قوي عشان املأ المسام المفتوحة بالخفاف والجملكة وكرر العملية دي لغاية ما المسام كلها اه اه تتملي. بعد الانتهاء من سد المسام والسطح بتاعي يبقى ناعم قوي ومسقول اخدم بقى. اللي هي خطوة الخدمة. بس اللي هي الخطوة اللي هي اه يعني اه الاخيرة في الخطوة الخدمة لان هي احنا قلنا فماطة خدمة خدمة. برضو بجيب بقى اجزاء جملكة اه واحد جزء جملكة وتسع اجزاء كحول وبندل الاسطبين بقى شوية. انا في الخدمة الاولانية مليت الاسطبين. شبعت الاسطبين. يعني كنت بالل الاسطبين كأني بالضبط شغال في خطوة السئية. لكن في الخطوة الخدمة الاخيرة بندل الاسطبين وبعصر الاسطبين كويس بايدي. ومس بيه اه على السطح كده زيت نباتي. اه اه على السطح. احط كده بصباعي زيت على السطح. يعني اعمل ايه? اه اجيب شوية زيت. ممكن زيت اكل على فكرة. قبل اصباعي. وان انا ابتدي ان انا احط النقط دي على سطح القطعة اللي انا بدهنها. واجيب الاسطبين اللي انا اه من اديه بالجملكة. يعني ايه? بلته وعصرته. وابتدي ان انا ادعك في اتجاهات دائرية. ادعك في اتجاهات دائرية. طب امتى? هعرف ان انا كده خدمت. وان خطوة الخدمة انتهت. هعرف ده. لما اجيب صباعي كده. وحطه على سطح القطعة اللي انا وابتدي ان انا ادعك تاني واخدم تاني. التسخين اللي بيحصل من خلال عملية دعك اللي اصطبين لسطح الخشب. بيبخر الزيت. لما حطه اصباعي. ولا اصباعي ما بيبصمش. يبقى انا كده اوقف خطوة ايه? الخدمة. يبقى انا كده خلصت الخدمة بتاعتي على السطح. ويبقى السطحة عندي جاهز لعملية التشطيب. طيب عملية التشطيب دي اللي هي الخطوة اللي جاي. طبعا كلما جاف الاسطبين يندى بقليل من محلول الجمالكة. اه عن طريق الجمالكة اللي موجودة معايا. وعملية الدعكة زي ما احنا ما قلنا اه تستمر لغاية ما يختفي كل اثار الزيت. وقلنا ازاي باللاحظ ده. نيجي للخطوة الاخيرة في التشطيب بالجمالكة. اللي هي خطوة التشطيب وبرضو بيسموها خطوة التلميع. محلول الجمالكة الخفيف اللي هو دايب في الكحول بيبقى واحد جمالكة عشرة كحول. يعني لو جرام جمالكة بيبقى عشرة جرامات كحول. لو مية جرام جمالكة بيبقى آآ آآ الف جرام كحول. اغزي اللي الصبين على 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 الاسي يعني واعصره كده. وابتدي اشتغل مرة في اتجاه الياف الخشب. ومر على شكل حلقات دائرية او تموجية. والطريقة دي تستمر معانا لغاية ما نحصل على اكبر قدر ممكن من الساكل واللمعان والبريق. لدرجة ان انا ممكن لما بص في سطح الخشب اللي انا شغال عليه. الاقي ان يعني انا ناقص اشوف وشي في السطح الخشب اللي ادهن او قطرة الموبيلية اللي ادهنت بيه دهان الاسطر او ادهنت بيه دهان الجمالكة. نشوف كده يعني هنا خطوة بعد التشطيب ممكن ان احنا نرش ايه الجمالكة بيه زي ما احنا شايفين كده بمسدس رش. الجمالكة ممكن تترش بمسدس رش. وطبعا الورنيش اللي هو بتاع التلميع ممكن يترش بمسدس رش. شايف الاتجاه بتاع الرش بتاعه. بيرش الاول في اتجاه الياف الخشب. وبعدين يبتدي يرش الاماكن اللي هي السوك. اللي هي الاماكن الزوي بتاعة الايه الحلاية وبتاعة اللي هي الاجزاء اللي موجودة في الخشب من اه الداخل. اه زي ما احنا شايفين كده. وبيهتم قوي ان يرش كل جزء من اجزاء المجرولة الخشبية او الباب زي ما اللي اه تحت تحت ايده. مهمة قوي. وطبعا اه ممكن بعد كده يعمل عملية اسمها شروزة. الشروزات دي او اه عملية اللي هو يغمق بعض الاماكن. يغمق الزوايا اللي موجودة في السطحة القطعة اللي هو شغال عليها زي ما احنا شايفين كده. هنا بيرش جمالكة. يعني اه مش بس الجمالكة زي ما احنا عارفين ان الجمالكة ممكن اه ندهنها بي اه الاستوبين. لا الجمالكة ممكن تتراش. ممكن تتراش. وممكن تدهن بفرشة من اه الفرش اللي هي ببقى لها شعر ناعم جدا. طيب نيجي بقى بعد كده عندنا حاجة اسمها الجمالكة البيضة. الجمالكة البيضة دي جمالكة طبيعية زي اللي احنا شفناها اللي هم كانوا اللي هم العمال بتوع الهند او 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 اندونيسيا بيجيبوها من على الاشجار. هي هي نفس الجمالكة بياخدوا افتح نوع منها اللي هو الجمالكة الشقرة. بتبقى جمالكة لونها اصفر فاتح. ولكن يعملوا لها عملية طبيد. يعملوا لها عملية ايه طبيد عشان يفتحوا لونها. لان هو انت بتشوف بعض انواع الموبيلية مدهونة تحس انها التجازع بينها والموبيلية لونها ابيض. دي بتبقى مدهونة بجمالكة بيضة. طيب الخطوات بتاعتها ما تختلفش كتير عن خطوات الجمالكة العادية اللي احنا لسه شرحينها. هي هي نفس الخطوات. تعال نبص كده نشوف ايه هي الخطوات بتاعتنا او بتاعة الجمالكة البيضة على الاسطح. وازاي بنعمل عملية تبييد للاخشاب. اه دهان الجمالكة البيضة اه اه الاختلاف الوحيد بتاعه ان ان انا بستخدم الكحول الابيض بدلا من الكحول الاحمر. بعمل عملية اه تصفية للجمالكة المزابة بمصفة من النحاس ضيقة العيون. واستخدم الجمالكة البيضة في تلميع الاخشاب البيضة زي البلوط او الاخشاب المبيضة. طيب ازاي بيتم تبييد الاخشاب? في اخشاب الوانها الطبيعية غمقة زي الزان او المجنة المهوجني يعني او خشب الجوز. عايز اديها اه يعني اه تأثير الاخشاب الفتحة زي الارو والبلوط. بس تخلص من لونها الطبيعي. بعمل ايه? بدهنها بسائل من محلول اول اكسيد الادروجين قوة مية وعشرة او محلول النشادر. ممكن استخدم كل منهم على حدة طبعا بعد ملبس جوانتي عشان المواد دي مواد خطيرة. اه وممكن ان انا اه استخدم قفازات من المطاط. اه بغزل سطح الخشب الاول بسفنجة مرمورة بمية. اه وبعدين ادهن المواد الطبيعي دي بتسبب ارتفاع صمارة الخشب. وصنفر بعد كده كويس. اه بيحتاج العاملين في المهنة دي ان هما يدهنوا محلول غير خفيف قبل الصنفرة. طب ليه? لان عملية الطبيعي دي اللي حصلت دي عملية تجيير. سطح الخشب جاير. فانا لو صنفرت قوي هجيب لون الخشب تاني وانا مش عايز كده. فبدي شوية غيرة عشان انا سبت اه شوية. نيجي بقى دهن الاسترو بالطريقة الحديثة. اللي هي الطريقة بقى اللي هي ما بيستخدمش استرو بيستخدم سلر. طيب بصنفر الخشب في اتجاه سمارة الخشب. بصنفرة اه مية. الى صنفرة مية وتمانين. بازبغ سطح الخشب بالصبغة اللي انا عايزها. تبعا للون اللي انا اه عايزه. واترك السطح ليه الجفاف. وممكن استخدم الصبغة الايطالي. صبغة الايطالي دي اه منتج جاهز بيستخدم لصبغة الاخشاب قبل البطانة بالسلر او الورنيش. وممكن استخدم اه صبغات حب وحصة الجوز او المجنة. اه بازابتها في مية اه سخنة واحط عليها شوية غيرة. وصف فيها كويس. واجرب اللون على قطعة من الخشب. اه وبعد كده بعمل عملية معجون. معجون الغيرة اللي احنا شفناه في فيديو من شوية. بيتعمل ازاي? عبارة عن غير سائل ومية وازبداج. وملونات تبقا للون الخشب اه المطلوب. ومعجن السقوب بتاعة الخشب. واللحمات والتعشي. وفيه طبعا اه معجون جاهز. وبفرد المعجون على السطح كله. ولقت السطح بسكينة المعجون. لملء الاماكن والفراغات. واماكن سنبكة المصامير. واماكن اللحمات والتعشي. بعد كده بخلط السلر بتاعي. السلر ده يا اما بيكون من مادة اللي هي السليلوز. او من مادة اخرى. السلر عشان يدوب بحط عليه تنر حامي. بنسبة واحد الاربع. وادهن وشين. ممكن على فكرة بالسفنجة. او باللسطوبين. او الفرشة. في البداية عشان اشرب سطح الخشب كويس في اتجاهين اه متعاكسين. او ممكن ارش بكمبروسر اه اه برضو اه السلر. واسيبه ساعة للجفاف. وبعدين اصنفعه. ادي عندنا هنا مجموعة اه من الابواب اللي لسه ما ادهنتش. اه عايز ادهنها على لونها يعني مش هاسبغ. يعني ايه? مش هاسبغ. ايه اللي هيجرى هنا? ان انا اه هعمل عملية اه رش للابواب دي بالسلر على اللون اه بتاعي. يعني مش هاسبغ. انا كل طبعا احنا عارفين الخطوات بتاعتنا كويس اوي وحفظناها. ان احنا بنصنفر السطح صنفرة الاول. وازيل بعد ما صنفر السطح كويس. ازيل اصر التراب او الغبار بتاع الصنفرة من على اه السطح. وبعد ما اه اعمل عملية الصنفرة اجهز اه السلر اه بتاعي. وابتدي ان انا اه احط عليه المخفف التنر بتاعه الحامي. واقلبه كويس لغات ما يدوب. وارش السطح في اتجاه الالياف زي ما احنا شايفين بطريقة الرش دي. انه تحس ان هو بيرش اه طبقة. وبيرش الطبقة التانية على نص الطبقة الاولى. زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده يبتدي ان هو يبروز القطع اللي هو بي ايه? بيديهنها. يعني يمشي على اه اه الاطراف. وبعدين يملى القلب تاني. يدي ايه? زي ما احنا شايفين كده. تشوفوا كام طبقة اداها للصلر. عشان يملى المسام كويس قوي بتاعة ايه? الخشب. ولازم لابد ان احنا نعرف كويس قوي. ان هو بعد ما بيدهم بالصلر بيصنفر وبعد ما يصنفر برضو بيلقط بمعجون. زي ما احنا شايفين كده. بيلقط بمعجون. وبعد ما يلقط بمعجون بيعمل برضو عملية ايه? صنفرة مرة تانية. كويس قوي. زي ما احنا شايفين اهو. وينظفوا. بعد كده يبتدي زي ما احنا شايفين يرش الصلر تاني. طبعا هو هنا بيدهن تلات ابواب لمكان واحد. فلابد ان اللون بتاعه يبقى نفس اللون. فعشان كده حاطت الابواب كلها جنب بعضيها. عشان زي ما بيقولوها كده بلغة الصناعية يخاوي اللون. يخاوي اللون. طبعا هو شغال بمسدس اه اللي هو بيعمل عن طريق السوق لان هو بيحط اللون اه او بيحط ايه السلر اه بتاعنا بيحطه من فوق زي ما احنا شايفين. وبيدي طبقة واتنين وتلاتة وبعد كده يصنفر تاني وبعد ما يجري عملية الصنفرة اللي احنا شايفينها دي لسطح السلر بيدي طبقة سلر تاني. بيدي طبقة سلر ايه تانية. هو هنا شغال زي ما احنا شايفين كده على لون الخشب. شغال على لون الايه الخشب. صنفر ومعجن تاني وبعدين هيدي بعد كده الطبقة الاخيرة. هيدي الطبقة الايه الاخيرة. بامر الله بعد ما يعمل عملية الايه الصنفرة ويبقى السطح ناعم تماما. بعد ما يعني يصنفر نخش على التشطيب. بعد ما رش وجه اه تاني بالسلر وبعد جفافه ولقت الخدوش ومعجن زي ما شوفنا في الفيديو اللي فات. صنفر بصنفرة مية وعشرين. شطب بعد كده برش السلر حسب الطلب. اهو. حط التلات ابواب بتوعه جنب بعض عشان يخاوي اللون. وبدأ يرش السطح كله زي ما احنا شايفين. اهو. هنلاقي اه ان هو من قوة المهارة بتاعته ان اللون بتاع الابواب نفس اللون. التلات ابواب نفس اللون مع بعض. يعني مفيش اي تغيير في اللون. طبعا مش معقولة ابقى في شقة او في مكتب ويبقى عندي باب لونه غامق وباب لونه فاتح. وده بيحتاج ان هو يبزل مجهود مع الايه. المشغولة اللي هو بيعملها. طيب نيجي بعد كده. ليه اه هل ممكن الون السلر? اه ممكن الون السلر. طب الون السلر ازاي? احطه للطنر الحامي بنسبة واحد لتلاتة. واحط الصبغة الايطالي مباشرة على السلر وفقا للنسبة المطلوبة واقلب لغاية ما يحصل الخلط بتاعنا. اه الفيديو الاخاني ده ادي خلط السلر بتاعنا مع الصبغة اهو وبعد ما خلطه ودوبه خلط كويس ودوب كويس اوي اهو رشه تاني على الباب ونلاحظ ان الباب هنا بقى غامق زي ما احنا شايفين كده. والده لون طبعا جميل جدا زي ما احنا شايفين اهو عمل زي الازاي زي هو. ودي الخطوات بتاع الدهان الاسطر على الاخشاب. يا رب نكون بازن الله تعالى. يا رب نكون يعني استفدنا من الحلقة دي كويس اوي. زي ما احنا عارفين احنا النهاردة خدنا اه كيفية اعداد الاسطح الخشبية لدهان الاسطر. خدنا اه خطوات دهان الاسطر اه على الاخشاب بالطريقة الكلاسيكية القديمة والطريقة الكلاسيكية القديمة اللي هتتكون من خطوة السقية وخطوة اه الخدمة وخطوة التشطيب. افكركم ان خطوة السقية بتتكون من ثلاث حاجات. اه سقية معجون سقية. الخدمة فماطة خدمة خدمة. والتشطيب للتلميع. لحد هنا نكون خلصنا حلقتنا النهاردة. وبازن الله اه يعني الحلقة الجاية هنستكمل في مادة العمليات. والى لقاء اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.